اشتركوا في القناة التي وردت في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فهذه الفدية هذه الفدية على الكبير الشيخ الكبير الهرم ومن لا يستطيع الصيام يشوث له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه فهذا من كان مثلا من كان مانعه من الصيام مستمر إنسان المانعه من الصيام مستمر بحيث لا يرجى له أن يرجع إلى وضعه فيقطي فهذا يشرع له الإطعام بدل القضاء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال هلكت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوجوا إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم إذن هذا حديث الكفارة حديث الذي شرعت بسببه كفارة الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءه رجل يقول يقول هلكت يا رسول الله هلكت هلكت يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فانتبهوا إلى هذه المسألة الصحابي يقول هلكت سمى وقوعه على أهله في رمضان هلاكا وهذا يدل على أن الصحابة ما كانوا يتساهلون لم يكونوا يتساهلون في مثل هذه الأمور عكس كثير من الناس الآن فيأخذوا الحديث تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم السابق فيتساهلوا في مثل هذه الأمور يتساهلوا فيها وهذا خطير جدا لذلك قوله هلكت يدل على أن الصحابة ما كانوا يتساهلون في هذا الأمور وكانوا يعرفون أن ذلك التقبيل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلون مثل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له خصال الكفارة قال هل تجد ما تعتق به رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين في بعض الرواية أنه قال وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام فقال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكين قال لا فجلس الرجل حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وطبعا العرق والوعاء يصنعه من سعف النخل ففيه تمر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا التمر قال تصدق بهذا فجعل هذه الصدقة كأنها بدلا بسم الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة بدلا من الكفار وهذا الحديث دليل على وجوب الكفارة ويدل على أنها على الترتيب وعلى أن الإنسان إذا لزمته فعجز عنها فإنه ينتظر قدرته فالصحابي قال له أعلى أهل بيت أحوج منا قال بالله ما بين لابتيها فلا بتاع المدينة معناها الحرتين فالمدينة كانت بين حرتين فقال ليس في المدينة أهل بيت أحوج إليه منه فقال أطعمه أهلك وضحك النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها هذا الدين العظيم وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنه يدل على أن الإصباح بالجنابة لا يضر صيام أن الإنسان الصائم يمكن أن يصبح جنبا فليست الطهارة من الحدث الأكبر شرطا في صحة الصيام هذه هي خلاصة هذا الحديث والمسألة واضحة وهي ليست مسألة خلاف مسألة مجمع عليها وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه الإنسان إذا مات وعليه صيام يلزمه صيام فيصوم عنه وليه وهذا حديث مشهور وإن كان العلم اختلفوا في هذا فبعضهم قال إن هذا مثلا ليس عاما وبعضهم أجاز صيام الإنسان عن وليه فهذا مما يتعلق بالصيام الواجب والآن نبدأ إن شاء الله تعالى في الصيام التطوع قال باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية هو يكفر سنتين يوم عرفة اليوم الذي يقف فيه الناس على جبل عرفة في الحج اليوم التاسع من أيام ذي الحجة وسئل عن صوم يوم عاش وراء فقال يكفر السنة الماضية يوم عاش وراء هو اليوم العاشر من محرم هذا يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الإثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعدت فيه وأنزل علي فيه فهذه أيام يسن صيامها منها يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية وكذلك أيضا يوم عاش وراء فإنه أيضا يكفر السنة الماضية وقال العلماء إن حديث أبي قتادة هذا في صوم يوم عرفة قالوا يوم عرفة لا يوفق لصيامه إلا من لا يموت ذلك العام فمن وفقه الله تعالى لصيام يوم عرفة فمعنى ذلك أنه لا يموت ذلك العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يكفر به السنة الماضية هذه واضحة كفر به السنة الباقية أي المقبلة فمعنى ذلك أن الإنسان يبقى في تلك السنة ويكفر الله تعالى عنه سيئاته بسبب صيام يوم عرفة فالتوفيق لصيامه من البشارات أن الإنسان لا يموت ذلك العام وعن أبي أيو بن الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر هذا أيضا من الحادث العظيمة في هذه صيام التطوع وهو صيام الست من شوال فيقول من صام رمضان رمضان يكون ثلاثين في الوضع الطبيعي وأتبعه ستا من شوال ستة على ثلاثين والحسنة بعشر أمذالها فيصير عندنا ثلاثمائة وستين يوم فهذا هو معنى قوله كان كصيام الدهر أي كصيام العام كله وهذا الحديث عند جمهور العلماء الاحتجاج به وقد رواه مسلم إلا أن مالك رضي الله تعالى عنه لم يحتج به وقال أدركت أهل العلم في بلدي يكرهون ذلك ويخافون بدعته يكرهون أن تصام ستم شوال ويخافون بدعة ذلك وهذا الحديث في الحقيقة في مسلم لكنه انفرد به سعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وسعد هذا وإن كان قد وثق إلا أن توثيقه لا يحتمل التفرد فلذلك الحديث به كلام من هذه الجهة وعلى كل فالمالكية المتأخرون منهم أجازوا صيام ستم شوال بل ندبوه على شرط أن لا يجعل مباشرة بعد العيد وعن نبي سعد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة هذه غنيمة عظيمة جدا وأمر في غاية الأهمية وأجر عظيم نسأل الله تعالى أن يباعد وجهي وجوهكم من النار فلنقتن من الفرصة خصوصا بهذا الشتاء الشتاء غنيمة المؤمن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما بشعبان تبقوا عليه عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صيامه على وطيرة واحدة كان يصوم حتى نقول لا يفتر يسرد الصيام حتى نقول لن يفتر ويفتر أيضا حتى نقول خلاص ترك الصيام وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا إلى رمضان ما يستكمل شهر كله إلا إذا كان رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان فكان في شعبان يكثر الصيام صلى الله عليه وآله وسلم